عيد الجيش العراقي الباسل يمر هذه السنة غيراً عن كل سنوات السابقة كونه يتواكب مع الاحتفال بذكرى النصر الأولى على الإرهاب اللعين الذي أراد أن يطمس حضارة بلد مشرقاً يمتد لألاف السنين لكنه بتضحية أبنائنا في القوات المسلحة وبسالتهم تم وعد كل محاولة بائسة أرادت النيل من العراق ووحدته أرضاً وشعباً ثمانية وتسعون عاماً مرت على تأسيس الجيش العراقي الباسل ففي مثل هذا اليوم السادس من كانون الثاني عام الف وتسعمائة وواحد وعشرين قام رجال من رعيل العراق بتأريخه الحديث بالتصدي لهذه المهمة وكان يقف على رأسهم الملك فيصل الأول والفريق جعفر العسكري والعقيد نور السعيد عهين جعفر العسكري أول وزير للدفاع والذي قام بمهمته على أكمل وجه حيث بنى الجيش بصورة مهنية عالية وأضم جميع مكونات الشعب العراقي أسس أول فوج في الجيش سمي فوج الإمام موسى الكاظم ليكون بذلك النواة الأولى للجيش العراقي واتخذت قيادة القوات المسلحة مقرها العام في بغداد تبع ذلك تشكيل القوة الجوية العراقية عام الف وتسعمائة وواحد وثلاثين ثم القوة البحرية العراقية عام الف وتسعمائة وسبعة وثلاثين وقد شهد الجيش العراقي نقلات نوعية على مدار تأريخه وتطورا في العدة والعدد ليبلغ الآن تعداده خمسة عشر فرقة عسكرية مجهزة بأحدث الأسلحة وقد خاض الجيش العراقي على مدار تأريخه الطويل معارك عديدة دفاعا عن العراق وما كلف به خارج الحدود في القضايا المصيرية للأمة العربية أكسبته خبرة عالية في المعارك كان آخرها المعارك الضارية لتحرير الأراضي والمدن العراقية من دنس داعش الإرهابي ويحتل اليوم الجيش العراقي المرتبة السادسة عربيا والتاسعة والخمسين عالميا كأفضل جيش من حيث العدة والعدد والخبرات القتالية حتى أضحى مدرسة تعلم المدارس العسكرية العالمية فنون القتال والمحافظة على النصر احتفالنا بهذا اليوم ليس احتفالا عفويا بل هو احتفال أمة كتبت تأريخها المشرف على مر الأزمنة بسواعد رجالها الذين طالما تناخوا لتلبية أول صيحة تصدح من أرض العراق فكان لدماء شهدائنا من القوات المسلحة المشعل الذي أنار وهج النصر على كل من تطاول للنيل من ذرة رمل من أرضه الطاهرة ترجمة نانسي قنقر